موسيقى أراحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه في سنة من السنوات جوني زوجين شباب آخر العشرينات أول ثلاثينات متزوجين وعندهم عيال لطيفين أزواج ممتازين علاقتهم ممتازة بس في شوية سوء تفاهم بسيط بينهم لما قعدت معهم وشفت وين الخلل اتضح والبنت طبعا حولتها حق طبيب الزوجة اتضح أن الزوجة تعاني من الطراب وجداني ثنائل القطب أول شي شكيت قلت يعني شنحام فيها شي غلط مزاجيا والاضطراب الوجداني ثنائل قطب من اسمه ثنائل قطب قطب هوس و قطب اكتئاب فقلت لها اختي ممكن أنت يحتاج رأي طبي فبيحولك حق طبيب يشوف إذا كان عندك مشكلات طبية تحتاج تدخل دوائي ولا لا وبالفعل راحت وتم تشخيصها بالاضطراب الوجداني ثنائل قطب بايبولر ديسوردر شن يصير مع هذول الناس وقت نوبة الهوس يصيرون سريعين الكلام صوتهم عالي جريئين متسلطين بالكلام قد يستخدمون كلمات سيئة لا تتناسب مع تربيتهم وتنشئتهم وعمرهم ولا تتناسب مع المكان اللي قاعدين فيه وجود الأشخاص اللي يكونون فيه ما يتحملون أحد يرفض لهم طلب قليلين النوم النوم يصير قليل طاقة زايدة عن اللزوم يتصير تغيير باللبس يعني لبسهم يتغير يصير وايد البس قد يكون فاضح قد يكون يعني مكياج زيادة عن اللزوم بالنسبة لبنات بالنسبة لبنات شخص زيادة عن اللزوم ويطلع بالشارع ونشيط دايما رأسه لي فوق وهو يعني شخصيته تتغير بعضهم تييل أوهام بالعظمة أنه هو إنسان مميز وإنسان خارج وإنسان تييل رسائل من السماء وأنه إنسان مخلوق فريد من نوعه وعنده قدرات خارقة فتلاقيه يعني تصرف بهذا على هذا الأساس إذا شعروا في لحظة من اللحظات أن الإنسان لجدامهم قاعد يهينهم أو قاعد يقلل من احترامهم يكونون سريعين الغضب وشديدين الغضب وشديدين الانتقام من هذا الإنسان ما ينامون يقومون من النوم من غير منبه توصل معهم في الحالات الحادة أنه يقعد ما ينام خير شر يعني سؤال في لي واحد يقول لي أخوي عنده ثنائي القطب تم تشخيصه يقول أنا أول مرة أشوف واحد لمدة ثلاثة تشر ينام يقعد من النوم عصب زين توقع من النوم شون شي تعصب يقول يقعد من النوم نشيت وصرخ من قمة رأسه إيه لأن هذا عنده ضراب وجداني ثنائي القطب المشكلة في هذا النوع من الأمراض أنه هو يشوف نفسها زين لأنه مزاج عالي فيشوف نفسها زين كذلك هو تلقائي يقول لك أنا زين لا أنا موايد وكله قاعد ونشيط وعملي وإنسان تيني أفكار تطاير الأفكار زحمة داخل مخة أفكارها تكون مزدحمة تلاقي يقفز لك من موضوع لي موضوع ويطلع لك أشياء غريبة عجيبة طلع لك أفكار لذلك أعزائي المشاهدين بعض الفنانين عبر التاريخ في بعضهم مصاب بهذا النوع من الإضطرابات لأن تيهم أفكار فجأة ويترجمون هذه الأفكار من ناحية فنية رسم أو لموسيقى فتلاقي تطلع إبداعات هذا لا تعني أنه إنسان مريض لا هو إنسان مريض بس هو يعزز صحته النفسية ويدعي الصحة النفسية عن طريق إبداعاته هذه اللي قاعد تصير بسبب المرض لأنه من ناحية العلاقات الاجتماعية ومن ناحية النوم ومن ناحية الصحة الجسدية هو قاعد يتعف صرف مبالغ طائلة على غير معنى بعض الحالات يدخل القطب الآخر يدش في حالة الاكتئاب لما يدش في حالة الاكتئاب يكون ينغمس في فترة اكتئاب شديدة ومزعجة ومتعبة ومؤلمة بالنسبة لهذا الشخص قد توصل إلى مرحلة الرغبة بالانتحار وإنهاء الحياة هذه الفتاة المتزوجة اللي يتمع زوجها عندها هذا النوع من الاضطرابات فلما راحت حق الدكتور وكان زوجها يعاني معاها في نوبة الهوس هو ما يدري لما تدش في نوبة الهوس تصير تعصب وتسهر وما تنام مبتشر وتقعد تقرق وطول الليلة هي صاحية ونشيطة وتشبل ليتات وتروح وترجع داخل البيت فهو يعاني من طريقتها بالكلام معاه وانا فتصير عندهم بينهم وبين بعض احتكاكات ومشكلات فيقول الزوج أنا يعني أحس فيه يمكن خلل فيني يمكن في زوجتي يمكن فعشان كذي قلت عيي وأستشير أحد مختص يرجى الانتباه بعد الفاصل راح أوريكم أثر هذا النوع من الاضطرابات على الإنسان خلكم معنا قعدنا مع بعض شم جلسة ثلاث أربع خمس جلسات وبعدين خلاص راحوا الأمور استقرت وهي قعد تاخد دواه وأمورها مستقرة بعد يمكن مرور سنة كان ييني الزوج الزوج مع الأبناء أبناء أطفال أربع سنين خمس سنين أعمارهم شذي يعني يعني عينه بقمة رأسه قال لي الحق علي خير حسا ما شر أنت وينكم يعني هالسنة يعني صار لكم سنة الحين أعتقد الأمور زينة شون يقول ايه بالفعل كانت الأمور زينة ولكن وين الخلل الخلل عزاء المشاهدين في أن كثير من الأمراض النفسية كثير من المرضى يشعر أنه تحسن تحسن بعد ما أخذ الدواء من عند الطبيب المختص أخذ الدوا لفترة زمنية طويلة ومن غير استشارة الطبيب قام وقف الدوا في أول أيام إيقاف الدواء وهو زين نوعا ما تلاقيه طبيعي بس تبدأ الأعراض تظهر بشكل تدريجي وهو ما يلاحظ نفسه واللي حواليه يلاحظون ما يلاحظون وبعدين تصير الانتكاسة ولما تصير الانتكاسة تعارض دمرة ثانية للعلاج عاد تبدأ المعاناة مرة أخرى الخلل هني يقول لي وقفة الدوا من غير ما أنا أدري هو الزوج يعني يقول أنا ما أدري أنه وقفة الدوا قمت أشوف عليها مرة ثانية الأعراض تطلع القديمة تصرفاتها القديمة قامت تغلط بالكلام وقامت تسوي أشياء وقرارات اندفاعية وسريعة وتصمل يعني يعني البيبولار يصمل لا قفل على شي يسويه يروح يسويه ما لا شغل بالنتاج فطلقني طلقني 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 وراحت المحكمة وسوت خلع وللأسف للأسف أنه لما كانت تراجع الطبيب ما كانت تراجع الطبيب الحكومي فبالتالي ما عندها ملف في مستشفى الأمراض النفسية الحكومي بهذه الحالة حتى أسرتها ما يقدرون يساعدونها من الناحية القانونية لأنه هلها واقفين مع الزوج وهلها يدرون بمعاناتها النفسية أمها وأبوها وأخوانها فراحت المحكمة حطت لها محامي المحامي ما يدري عن حالتها النفسية طاق 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 مني مني منك مني منك طلقت طلق لضرر أو خلع أو شي شي ما أدري شي مهم طلقت يقول طلقت وهي موظفة وعندها ما عاش وراحت تهايل بالشوارع وإجرت لها شقة منتشرت لها شقة ولا ما دريش المهم راحت عاشت بروحها وهدت القرعة ترعى هدت العيال والزوج والزوج يروح حق أهل الزوجة يحبونها وعلاقتها معاهم زينا والعيال زينا كلها زينا بس هذه مريضة يقولوا بعد مدة لما قعدنا ندورها ندورها ونروح دوامها ومشون ندور ونسأل وإذا رحنا الدوام اشتكت بالمخفر وش مخفر كتمونا يعني قصة لما لقوها لقوها عايشة في سكن في شقة مع شخص هي متزوجته إجماعة يرجى الانتباه أنا مو ضد الزواج بس هذه الطريقة بالزواج هي طريقة مرضية يعني قرار الزواج اللي تخذته هذه المرأة هو قرار مرضي مو قرار طبيعي مو قرار سوي مو طبيعي لأن الطريقة اللي تزوجت فيها طريقة خطأ الشخص اللي تزوجت منه شخص خطأ مو شخص مناسب لا من الناحية الاجتماعية بالنسبة لها ولا من الناحية الثقافية ولا من الناحية المادية ولا استشارة أحد ولا قالت حق أهلها فلما يو أهلها وشافوه وتكلمه معها قال لا أنا ما أدري ترى كل ش ما أدري ولا أدري أن عندها عيال ما قالتلي هذا الكلام كله قلت أنا عايشة بروحي وقلت إيش رايك نتزوج وما نتزوج تزوج أنا إنسان غريب فهذا السلوك مرضي فقاعد الحين يأيني يقول لي وزيحين شوالوا نفكها من هذه السالفة قلت له هذه مو عندي السالفة شوالوا نتفكها هذه السالفة تروح عند محامي ولازم يسولها لجنة في مستشفى الطب النفسي وبعد ما يسولها لجنة في مستشفى الطب النفسي راح يكتشفون بوضوح بأقل من خمس دقايق يكتشفون المرض راح يبطلون عقد الزواج المفروض عند المحكمة عند هذا شيء غير المحكمة يبطلون عقد الزواج وترجع للوضع الطبيعي يرجى الانتباه يا جماعة لما يكون عندكم أحد أفراد الأسرة مصاب بالطراب نفسي والطراب نفسي خطير مثل هذا النوع من الاضطرابات يجب المحافظة على استمراره بتناول جرعته الدوائية يجب دعمه وإلزامه على متابعة الطبيب المختص لعلاجه يجب الالتزام بمتابعاته الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية مع المستشفى الذي تابع فيه يجب مراقبة ظهور بعض الأعراض وتبليغ الطبيب على ظهور هذه الأعراض ولو شفتوا أي انتكاسة لو شفتوا أي فلتان من هذا المريض لا تترددون في الضغط وبقوة على إرجاعه إلى المستشفى وإدخال المستشفى لفترة زمنية مؤقتة تستقر حالته وبعدها يرجع مثل الوردة يرجع إنسان طبيعي ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة